اكدت سلطة العسكرية في قيادة المنطقة العسكرية الثانية ان قوات الجيش اليمني نجحت في احباط عملية ارهابية كانت تستهدف مدينة المكلة جرت تحضير لها بعناية فائقة من قبل تنظيم القاعدة الارهابي لتفجيل اكثر من موقع في المدينة مع اواخير شهر رمضان وايام العيد وقال محافظ المكلة ان قوة عسكرية وامنية واستخباراتية وهندسية قامت بعملية مداهمة للموقع الذي اختبأت فيه العناصر الارهابية وجمعت فيه مختلف وسائل الدمار للانطلاق منه حيث تم العثور على عبوات وحزمة ناسفة وصواريخ حرارية وكياس من مواد شديدة الانفجار اضافة الى كم هائل من الذخائر المختلفة